في أخبار الصفقات استحوذت شركة ستاربورد فاليو هي ما يعرف بأكتفست انفستر على حصة تبلغ حوالي مليار دولار بشركة الأدوية فايزر بحسب مصادر مطلعة المصادر أضافت أن ستاربورد فاليو وهي مستثمر نشط أو ما يعرف بالأكتفست انفستر تريد من فايزر إجراء تغييرات لتحسين أدائها وقد أجرت اتصالات بالرئيس التنفيذي والمدير المالي السابقين لفايزر وقد عاقب المستثمرون شركة فايزر بعد انخفاض حد في مبيعات لقاحات وأدوية كوفيد والبيانات السريرية المخيبة لحبوب السمنة التي كانت فايزر تعمل على تطويرها